وسام وإحنا بنتكلم برضو عايز أعرف أهم المدربين اللي أثروا في حياتك لأن كان في بعض الصعوبات والمدربين أو المدرب داتا حديداً كان له دور معي هو كان فيه كثير مدربين يعني راب علي بس فيه مدرب كان عندي يعني فين سوسل إنه له إنسان مش مدرب هلا بطل مدربة هو إنسان شخص قريب علي كتير مرح كلمته هنريك فيدس أنا اسمه أنا إجت فترة بحياتي كان في عندي الصعوبات كتير ومبريت الملعب وفي الملعب ويعني كنت بدي يعني وصلت لمرحلة إنه بدواء في الكرة عايز تبطل الكورة نا عايز أبطل الكورة أوكي كانت ثابة كتير فترة يعني كلنا بسيبيجي عندنا فترات كلنا بيعدي علينا طبعاً هواي كانت كتير كتير ثابة علي فالحمد الله أنا كان في عندي ظروف خاصة برا الكورة برا الكورة برا الكورة فالحمد الله أنا كان عندي إنسان قريب علي قال لي وسامي اسمع هو مدرب يعني مدرب فريل بس هو شاف شي فيه وكإنسان مش كالعي فضل بس قال لي لدي إياك ترجع على الملعب قعدني جواهي اجتماع على الطاولة قال لي يعني رسمني أنا وقال لي أنت هيك بتحس بهالواد وانت هيك بتحس بهالواد ويعني الواحد يشوف الشيء اللي هو بفكره بخبه بغير حياتك كله طبعاً فأنا كل ما صورت أفكر زي ما هو الجاني أبيره يعني يجيني إحساس بعد ساعة بس أشوف هو يعني الكلام اللي هو قالهو لك قال لي فبتغير تفكيرك ببط بدي أعمله بقول لي معايشين هو أجاني شو بيصير فيك وهو صابني يعني مية بالمية فكلمته وقعدنا وأنا بكيت وهو بكي صراحة يعني أنه قدما هو يعني صابني من جوا وكانت في بعضه أنا كان يمكن ثلاثة شهور ما قلش ما كنتش لعب أي زمان قال لي في ماتش الثبت لعب من أوله انته من أوله من أوله بعد عشرين دي خربان اطلع مش مش مشكلة بدك تلعب أنا سكرتفيك بدك تلعب بعد عشر دي جولت جول إيك ثبطني الكورة وفاتح وفي فيديو يديش مبسوط يعني كنت هلقدر حبكي يعني إلي يديش ما مجوله ما مفكر بالجول أصلا أنا أنا همشي عندي هو كإنسان كيفية التعامل بالضبط بيتعامل معاك إزاي المدارب ده لما هو كان مداربي لما أنا قلت على سويد لما بطل مداربه لما كان في عندي ماتشات بسويد شوي نتفكر فيها أنا أنه سعب على أي شي هل تصل بيه أحكي معي يقول لي وسام أنت أعمل هيك و هيك وما يقول لي فطبول شو تعمل عشان أنا عندي مدارب يعني كهون أنا مدارب بس مع كلامه طبعاً بس بقول لي كإنسان من ناحية الإنسانية بالضبط أنت أحسن شي أنا أشوفتك لما أنت تحس هيك هيك و هيك فالحمد لله الإنسان مرة هتركه و يعني كمان ربط يعني صلت قريب كتير عليه وعلى مرته وعلى أولاده بالضبط عليك أنا أحبعت للمكابزات أهلي كمان مع اسمي يعني في حياتك بتلاقي إنسان ما كتير بتلاقيه لازم تخليه قريب عليك عشان هدول من قلبي من جوا بدني إياك تفوز طبعاً لما قلت له أن أنت روحت النادي الأهلي أو لما عرف أن أنت روحت النادي الأهلي كان رد فعله إيه؟ هو شوي شي بضحك يعني عشان هو نقل من فينسيشل لنادي بإنجلاند كبيري والله شيف الوينستي وينستي هو وينستي اه وينستي هني كانوا بدنياني كمان اه عشان كده كنت هتروح إنجلتلا اه وهو يعني هو كإنسان محبه كتير كتير كانت سعب علي أقول إن لأ كمان طبعاً بس ما قلت لهش لأ نقلت على الأهلي وهو عرفها هيك عشان كانوا سعب كتير أقول له ما ينفعش تقول له لأ يعني اه اه طبعاً إني كانوا بدنياني أروح لأونيك بس أول ما وصلت لنادي الأهلي قديش مبسوط لي هو يعني أنا ما عارف كيف كانت سعب تقدر تكون إذا كنت تجيب حدا وهو سيقول لك لا بس تنبسط أكتر إنه هو راح محال ما هو بده وهو قال لي طبعاً بارح كلمته وقال لي يعني أنا مبسوط إنك إنت قد القرار اللي إنتي بنتك إياه مش الماما مش البابا مش إنتي كوسامي تروح على الأهلي خلاص بفكرش بإنجلند بأي شيء هو لكان بعرف إنه هو سام محال مبسوط